مين اللعيب اللي موجود في منتخب مصر حالياً دلوقتي لو مع كابتن حسام حسن مش هيلعبه؟ في كتير والله في كتير قول طيب عندي حب نتكلم كرة والله ماش كمستوهم دلوقتي؟ اه في المستوى اللي انت شفته في منتخب مصر في كاس الأمم الأفريقية من الناس اللي بتستارت؟ من الناس اللي بتلعب ومن الناس اللي موجودة أو في اللي شاركوا أو حتى اللي نزلوا اياً كام مين الأسماء اللي ممكن دي مش تمشي طريقتها مع كابتن حسين؟ طريقته مع كابتن حسين من الناس اللي بتلعب ممكن شوية عشان انني الفتنس بتاعه قال الفترة دي انني خلاص هيعتزل اه يعني دعيد انني؟ انني بس ما انا معك كابتن تفكر الناس اللي موجودة مرموش مثلا مرموش طريقتهم مش هيلعب مع كابتن هيركز مع ترزيجية بس هيبقى موجود هو هيركز مع لعبة ترزيجية من الناس اللي موجودة حلو ده حمود حمادة مش هيرتمو مش هيجي مع الكابتن ومش هيرتمو مش هيمشي مع هادفين؟ مع رتمو مش هيجي مع الكابتن لا ومش مع كابتن بس هازم تاريته مختلفة تماماً يعني من الناس بس ما هما ضلشاركو الناس التانية هتتعامل مع الكابتن والدني هتمشي يا حادي؟ حال هاني؟ هيلعب رقم واحد رقم واحد مش هطلعم المال فتوح على حسب حالة فتوح بس او بيحب محمد حمد تب هايبقى هاني ولا عمر كمان هاني هاني مسألوا لعلى الكابتن ابراهيم وهاني عنده عمده الامكانيات الباكرايت الكويس بتاع الكابتن ابراهيم واسلام الشاطر والناس اللي هي فهم عندها السنس القرى القديم قوي لا امام هيلعب طبعا ما اميران عطية اه اساسي اه طبعا مراوان هيلعب عب منعم هتلاقي بيقرب زي ما قلت حطك لا اسماء اللي انا قلت هلك دي هتلاقيها موجودة هو طبعا نسينا رمضان مع الوقت خمس ست شورت لاقي اساسي في قلب التيم برضو هيرجعو هيرجعو هو عارف طيق رمضان يتحب عايز حد يعنفو وبس ما يبقاش حد مع احترامي تاريخه اقل من التوجيه يعني فهما كابتن يعني عايز حد لو شايف ان المدير الفني مش اقوى منه شخصيا واس خلاص بس انا والله كفكر كفكر هي عقليتهم كده واللي تعودوا عليه موضوع شوية الحرية انا جامد انا الحاجات دي كلها والله ده اللي انا بقوله من الجيل ده صعب بكلامك ده انا عايز اوصل حاجة بس للناس ده دايما بتكلم وانما بيجي تكلم كرة وانت هوك كلمت في حاجات كتيرة جدا يمكن انت ممكن ما سمعتنيش او مثلا متابعني في الفترات لا والله كنتنا انا بعيد بقالي فترة بعيدة عن الكرة زي منتو حالتك لسه راجع بقالي شهرين فهم ما بتابعش كتير بس انا سامع ان برنامج عدرتك عامل الحمد لله عمل ده والله الكلام اللي انت بتقوله ده والله اي انا بقوله دايما